مزدنا نتابع لقاءات الرئيس السيسي مع القادة العرب على هامش انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يتفق مع تطلعات شعبهما نحو الاستقرار والتنمية كما ناقش اللقاء أيضا الوضع في قطاع غزة والظرف الكارثي الذي يواجهه سكان القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر والذي يتفاقم في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية لرفح الفلسطينية وفي هذا الإطار أكد الجانبان ثوابت موقف البلدين المطالب بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والسماح العاجل والكامل لنفاذ المساعدات الإنسانية والرفض التام للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية وضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الاعتراب الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يسهم في إنفاذ حل الدولتين وفي عودة الحق الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر